الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد فرعون وهامان وجنودهما من غم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راتوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطبوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتلوا رعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كاد لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصوا ربه عن جنبهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحسن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بنفس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من قص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتبرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين فصرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين الله أكبر أيضا شكرا إن